أهلاً وسهلاً، موضوعنا لليوم هام ومؤثر وهو جرح الشخص من الأم في الطفولة يعد هذا الموضوع حساساً للغاية حيث يتعلق بالتأثير النفسي والعاطفي الذي يمكن أن يشعر به الأطفال عندما يتعرضون لجرح أو إيذاء من قبل أمهم تجربة جرح الشخص من الأم في الطفولة يمكن أن تترك آثاراً عميقة على حياة الفرد في المستقبل فالأم هي الشخص الأول الذي يتعلق به الطفل والذي يتوقع منه الحب والرعاية والأمان إذا تم انتهاك هذه الثقة وحدوث جرح نفسي من قبل الأم فقد يكون له آثار سلبية على نمو وتطور الشخصية ما أعنيه بجرح الشخص من الأم في الطفولة قد يتسبب أي نوع من الإهمال أو الإساءة النفسية أو العاطفية الواقعة على يد الأم في صدمة عاطفية للطفل يمكن أن يشمل ذلك الإهمال الجسدي أو العاطفي الإساءة اللفظية أو الانتقاد المستمر والتجاهل أو عدم القدرة على توفير الرعاية العاطفية اللازمة للطفل هناك تأثيرات كبيرة يمكن أن تحدث نتيجة لهذا الجرح النفسي في الطفولة قد يعاني الأفراد الذين تعرضوا لجرح من الأم من الصعوبة في بناء علاقات صحية وثقة بالذات قد يعانون من قلة الثقة في الآخرين والشعور بالإحتراس الزائد مما يؤثر على قدرتهم على التواصل الإجتماعي وبناء العلاقات العاطفية يمكن أن يترتب على جرح الشخص من الأم في الطفولة أيضا تأثيرات سلبية على الصحة العقلية والعاطفية قد يعاني الأفراد المتدررون من القلق المفرد الاكتئاب ومشاكل الثقة والتوتر العاطفي قد يشعرون بعدم القدرة على التحكم في حياتهم والاستقرار مع ذلك هناك دائما أمل وفرصة للتعافي والتغلب على صعوبات تلك الجروح النفسية أولا يجب أن ندرك أن تشافي جرح الأم في الطفولة يعتبر عملية شخصية وفريدة لكل فرد لذا سأقدم لك خطوات مفيدة للمساعدة في هذه العملية فأول خطوة التعرف على الجرح يبدأ الشفاء من جرح الأم في الطفولة بالتعرف على تلك الجروح والآثار التي تركتها على حياتك قد تكون هذه الآثار في شكل عدم الثقة بالنفس، القلق المستمر، اكتئاب أو صعوبة في بناء العلاقات العاطفية الصحية التعامل مع الألم والغضب قد يحمل جرح الأم في الطفولة الكثير من الألم والغضب يجب أن تتعلم كيفية التعامل مع تلك المشاعر بشكل صحيح يمكنك استخدام تقنيات العاطفية مثل التأمل، الكتابة اليومية أو ممارسة التمارين الرياضية للتخلص من الطاقة السلبية وتحقيق التوازن العاطفي إعادة تشكيل الاعتقادات السلبية غالبا ما تنتج تلك الجروح النفسية عن اعتقادات سلبية تتعلق بالذات والعلاقات يجب أن تعمل على إعادة تشكيل تلك الاعتقادات واستبدالها بأفكار إيجابية ومنظور صحي التركيز على النمو الشخصي قد يكون جرح الأم في الطفولة فرصة للنمو والتطور الشخصي ابحث عن طرق لتطوير مهاراتك الشخصية وتعلم كيفية بناء العلاقات الصحية وتحقيق الاستقلالية العاطفية تذكر الشفاء من جرح الأم في الطفولة يستغرق الوقت والجهد قد يواجهك تحديات في رحلتك ولكن لا تستسلم باستخدام الدعم المناسب والتزامك الشخصي يمكنك أن تشفى وتعيش حياة صحية وملئة بالسعادة في الختام جرح الشخص من الأم في الطفولة هو موضوع حساس ومهم يستحق الاهتمام إنه يؤثر على حياة الأفراد وقد يؤثر على العلاقات اللاحقة في المستقبل ومع ذلك يجب أن نتذكر أنه يمكن للأفراد تجاوز هذه التجارب الصعبة والشفاء إذا كنت تعاني من جرح الشخص من الأم لا تسردد في طلب المساعدة والدعم المتاح لك تذكر أنك تستحق السعادة والشفاء وأنك قادر على بناء حياة صحية ومستقبل مشرق شكرا لمشاهدتكم وأتمنى لكم كل الخير والنجاح في رحلتكم نحو الشفاء والنمو الشخصي أتمنى أن يكون هذا الفيديو مفيدا لكم إذا كان لديكم أي أفكار أو تجارب تودون مشاركتها فلا تترددوا في كتابة تعليقاتكم أثناء ولا تنسوا الاشتراك في القناة للحصول على المزيد من المحتوى القيم تمنياتي لكم بالصحة والسعادة الدائمة ترجمة نانسي قنقر